السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأحد سبع كانون الثاني يناير القمر الآن موجود في برج العقرب في ساعة المساء بده ينتقل لبرج القوس من مساء اليوم الأحد رح ينتقل لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة من فجر يوم الأربعاء القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزل للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولة وهي منزل للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب وبما أن القمر موجود لغاية ساعات المساء في برج العقرب معناته من الآن ولغاية ساعات المساء ما منعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات يعني ما في حلول وسط بهلعب الجنس دور مهم في حياتنا في هاي الفترة منكون بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم بما يتعلق بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و24 دقيقة فجرا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجأة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن يتعرضنا للفراب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و20 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخاص بأبيق والحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا تمنحنا كفاءات للأعمال الفنية أو المؤمور اللي لها علاقة بالتمثيل أو المسرح وأيضا الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 28 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 28 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 9 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج القوس هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج القوس عشان هيك بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية بيتحول تفكيرنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضمة أو التخطيط لرحمة أو اتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد البروستاتة عظم العانى والجينات أما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا الكبد العضاء العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن عمليات صغرى أو مراجعة الطبيب أو أخذ علاجات ما في أي مشكلة بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لزلت الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس زي ما ذكرنا وخلو المسار يعني رح ينتقل هو ويستقر في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم تسعة واحد طبعا بيبدأ خلو المسار الساعة ستة واربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هو بيستمر لغاية تقريبا الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة من فجر يوم الأربعة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة اثناش وسبعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل الليل هاي بصير ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة في نهاية هذا اليوم بتصير ستة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العقرب وبدأ ينتقل للقوس ورح يضل في القوس ليوم عشر واحد سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% ساعات المساء سعيد بنسبة 60% عطارت في القاوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القاوس حتى يوم 23-1 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بيتغير الوضع لصالحكم أكثر مع الشرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء طبعاً هذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات المساء أهم شيء أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما من ساعات المساء وما بعد بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أهم شيء أن تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً من الآن ولغاية ساعات المساء بتظل هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع التوتر لأنها تعتبر فترة ضاغطة جداً عشان هيك بدك تكون حذر من الخصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كلياً من الآن ولغاية ساعات المساء لأنه بالفترة هاي خصمك بيكون قوي وطباعك ما بتكون هادئة وسهل استفزازك أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية من الآن ولغاية ساعات المساء بالرغم من كثافة الأعمال والالتزامات عندك فممكن تضطر للعمل وقت إضافي أو يعني تتلبك بسبب كثافة الأعمال وحاول إنك ما تهمل وضعك الصحي وراعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن الأحوال أما في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما تضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً من الآن ولغاية ساعات المساء بفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز معين أهم شي إنك تضع مخاوفك جانباً وما تتهرب من المواجهة أو من المسئولية الأجواء بتظل مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام والتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء وبتظل الحضور الدعم لإلك لغاية ساعات المغرب تقريباً أما من ساعات المساء هنا بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم لأنه رح يصير التركيز على العمل والصحة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً من الآن ولغاية ساعات المساء بظل التركيز على الأمور العائلية أو الأمور العقارية أو ما يتعلق بالبيت لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن يشوي تكون قلق من بعض الأمور أو يعني من كثر الضغط هيك تتذمر لأقل ضغط عليك حاول قدر الإمكان إنك ما تشتكي لأي أحد عن أحمالك أو أعباءك أما من ساعات المساء فهنا بتبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً من الآن ولغاية ساعات المساء الأوقات جيدة إلى المفاوضات أو النقاشات أو الحبارات أو التنقلات أو الاتصالات وبظل عندك نشاط عالي جداً وممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة بالنسبة لألك عبر عن رأيك وفاوض بجراءة أنت بتتمتع وبتتميز من الآن ولغاية ساعات المساء بسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما من ساعات المساء وما بعد بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس أكثر فأكثر من الآن ولغاية ساعات المساء بتشعر أن الطاقة أصبحت أكثر وثقتك بنفسك أكثر وقدرتك على الإقناع أكثر وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك وحاول أنك برضو تهتم بالأمور المالية بشكل حكيم في فرص لمعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو ربح من جهاج نبية أو غريبة أما بساعات المساء فالنشاط بصير أكبر بتنشطه بالسفر والاتصالات وها أيضا بتكون أكثر حذرا ومعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتستعيدوا حماستكم أكثر فأكثر طاقتكم عالية عندكم قدرة اليوم على التواصل مع الجنس الآخر ملفتين للانتباه والنظر للجنس الآخر بشكل كبير بتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة خلال هاي الساعات لغاية ساعات المساء وممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سهرة أو ربما تفرح لحدث كبير أما من ساعات المساء ونبتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا الأجواء بالظل مهدد لا إليك لغاية ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية وما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ وممكن شوي تشعروا ببعض التعب أو تراجع في الصحة اللي بزول كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر في ساعات المساء بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً هذه الفترة بلش القمر يقترب من بيت المتاعب فبالظل فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية أو اقتناس لإعلان رائية أو للحصول على موقع معين أو التقارب مع المسؤولين وبرضو جيدة للعلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأحبة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما في ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهمش إنك لا توقع على عقد ولا تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا بتكون حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة المشاكل فهذه فترة مهمة بتمتحنك وما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برضو بظل الأجواء من الآن ولغاية ساعات المساء جيدة للأشخاص اللي بيرغبوا لتقديم طلبات عمل أو توظيف أو مقابلات أو إنجاز بعض الأعمال ولكن مش ممتازة أو مش مناسبة للمغامرات من ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الطاقة ممتازة حماسة حيوية موجودة عندك ممكن تنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حوارات ونقاشات أو انتحانات ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وهذه فترة نشطة جدا من الآن ولغاية ساعات المساء وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة أما من ساعات المساء وما بعد هنا بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر